تعيش الجالية الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية على وقع التصريحات المعادية للإسلام والمسلمين التي ما لبث يطلقها المرشح الجمهوري المثير للجدل دونالد ترامب في هذا المسجد الذي تشمخ مئذنته في قلب مدينة مايامي يتقاطر المصلون لأداء الصلوات والتنذر بحكايات ترامب ودعواته المعادية لهم إننا متهدون عبارة أصبحت تتردد على لسان المسلمين الأمريكيين بكثير من الحسرة هل ينجح ترامب في تمرير أجندته الكراهية أجندته الداعية إلى النبد وترد المسلمين وترد اللاتينيين وترد كل الأقليات والعودة بأمريكا إلى عهد الفصل العنصري سؤال يطرح نفسه وقد أجاب عنه الكثيرون وآخرون تخوفوا لكنهم لازالوا يطالبون بالاحتفاظ بكرامتهم والاحتفاظ بمنصبهم ودورهم في المجتمع الأمريكي كبنات لهذا البلد محمد سعيد الوافي فرونس فانتكات من أمام المركز الإسلامي مايامي فلوريدا ترجمة نانسي قنقر